فيما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون من أن أزمة كورونا في بلاده قائلا أنها لا تزال في بدايتها معتبرا أن فرنسا في سباق مع الزمن للحد من انتشار الفيروس ووصل عدد الإصابات في فرنسا إلى أكثر من عشرة ألاف فيما بلغت الوفيات أكثر من ثلاثمائة وسبعين حالة أما في إسبانيا فقد وصل عدد المصابين إلى أكثر من عشرين ألف إصابة